في هذه النشرة استهداف مزيداً من المشافي في حلب والقتل ناهز المائتين وخمسين مدنياً وفاة شقيق وزير الداخلية إثر سقوطه من شرفة منزله ترامب يهرب من الاحتجاجات عبر الباب الخلفي اهلا بكم حلب على نارها وآلة الحرب من الطرفين تحرق الأطفال والنساء ولا توفر المستشفيات والمساجد وفي اليوم الثامن للحملة العنيفة استهداف مزيداً من المرافق الطبية والخدماتية أبرزها مركز بستان القصر الطبي الذي كان هدفاً لإحدى الغارات في مناطق سيطرة المعارضة في المدينة وبحسب المرصد السوري فقد بلغت حصيلة الضحايا من المدنيين مائتين وخمسين قتيلاً منذ بدء القصف إذن بدء هدنة موقتة في دمشق والغوطة الشرقية واللاذقية فيما حلب ترزح تحت النار بدأت في الساعات الأولى من صباح السبت سريان مفعول هدنة في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية خارج العاصمة دمشق ومحافظة اللاذقية وفق بيان للجيش السوري ولن تشمل الهدنة مدينة حلب التي تشهد تصعيداً عسكرياً بالغاً أدى إلى قتل العشرات حتى الآن وفي اليوم الثامن للحملة العسكرية على المدينة استهدفت غارة جوية مركز بستان القصر الطبي من ضمن سلسلة هجمات استهدفت على وجه الخصوص المرافق الطبية في مناطق سيطرة المعارضة بالمدينة ونقل عن الدفاع المدني أن مدنيين لا يزالوا عالقين تحت أنقاض المباني التي دمرتها الغارات وقل بيان الجيش السوري أن الهدنة التي وصفت بنظام تهدئة ستستمر في دمشق والغوطة الشرقية 24 ساعة في حين تمتد في الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية إلى 72 ساعة ولم يوضح البيان أسباب الهدنة المعقة هذا ونقل عن سؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية قوله أن بلاده تسعى لوقف القتال في اللاذقية والغوطة في دمشق على سبيل الاختبار لمحاولة أحياء وقف الاختتال في كل أنحاء سوريا بما يشمل حلب وحسب وكالة رويترز فإن المسؤول قال أن هذا اختبار نريد أن نعمل ونبذل كل جهدنا لضمان نجاحه نشر تلفزيون الإيراني وأخيرا شريط فيديو دعائيا يحمل اسم شهداء لحماية الأضرحة المقدسة لتجنيد الأطفال وتشجيعهم على المشاركة في الحرب الدائرة في سوريا ويظهر الفيديو أطفالا إيرانيين يتعهدون ببدل أرواحهم فداء لمرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي وبحمل السلاح لتحرير سوريا والقتال في العراق لحماية الأضرحة المقدسة وقد أنتج الفيديو الدعائي عبر وحدة البسيج الموسيقية التي تشكل الذراع الإعلامية لقوات البسيج الرديفة للجيش الإيراني شقيق الوزير نهاد المشنوق يقضي إثر سقوطه من شرفة منزله في رأس النبع هي ليست الحادثة الأولى في لبنان غير أن منطقة رأس النبع في بيروت استيقظت على سقوط زياد المشنوق البالغ من العمر 60 عاما وهو شقيق وزير الداخلية نهاد المشنوق من شرفة منزله الكائن في الطبق الثالثة من مبنى إسماعيل في شارع محمد الحوت حيث فارق الحياة على الفور لا مش جريمة كان عنده وعنده السكرة وطب من فوقها عن طبق الثالث وقع على الأرض أنا على الساعة عشر نزلت لتحت شفت العالم جمعة طلعت هيكل على حد محل صاحبي لأيتم جمعين حد محل صاحبي محل أرقيل طلعت لأت واحد على الأرض عم ينزل دم من رأسه ومن خاره نازل منه دم شو صار معه ما شو صار معه زحت من فوق لتحت وقد حضرت الأجهزة المعنية وفتحت تحقيقا في الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد في اليوم الثاني من زيارته تركيا التقى الرئيس سعد الحريري نظيره التركي أحمد داود أوغلو في مطار أتاتيرك ظهرا في حضور نائبه لطفي ألفان ووزيري التعليم والصحة التركيين وبحث الجانبان في أوضاع لبنان والمنطقة ولسيما الخروق الأخيرة لاتفاق الهدنة في سوريا وبعد اللقاء قال الحريري أن أوغلو وعد بزيارة بيروت ضمن جولة له في المنطقة من أجل إظهار دعم بلاده للبنان وردا على التطورات الحاصلة في حلب أجاب الحريري بأن الأتراك مستؤون للغاية مما يحصل ومن الواضح أن بشار الأسد رجل لا يلتزم بعهوده وهو ما يقوم بهذه الجرائم الإرهابية ولكن المشكلة هي أن المجتمع الدولي لا يتحرك بطريقة المطلوبة لإنهاء الأزمة في سوريا وأضاف الحريري كررت بدور استنكاري كل ما يحصل ولسيما من الناحية الإنسانية وزير الصحة والأبو فعور يؤكد في خلال افتتاحه قسم التوحد والعلاج الفيزيائي في راشية أن علاقة جملات بالحريري ممتازة ويصف بري بحارس الميثاقية حسناً فعل الرئيس بري لا أقول بالتراجع بل أقول بتقدير الظروف لأن الرئيس بري من حراس الميثاقية في هذا الوقت بعدم الدعوة إلى جلسة نيابية وإن كنا نحن ندعمه في أي جلسة نيابية تعقد في أي لحظة نتيجة منعتنا أن تعطيل أي مؤسس يجب أن لا يقود إلى تعطيل مؤسسات أخرى أهلاً بكم من جديد أمنياً نفذ الجيش اللبناني عملية دهم صباحاً في حي الشراوينة في بعلبك بحثاً عن مطلوبين من آل زعيتر ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة لكن من دون وقوع إصابات وأسفرت العملية بحسب الوكالة الوطنية عن توقيف المطلوب فيصل زعيتر رأى النائب الممدد وليد جنبلاط أن الوضع غير ملائم اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان لكنه قال لا أمانع أن ينتخب العماد عون رئيساً إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك وإذا تنازل سليمان فرنجي فالمهم انتخاب رئيس ودع جنبلاط في حديث لموقع إلاف إلى الكف على مقاربة حزب الله مقاربة إقصائية متوقعاً أن يطول أمد نزاع السوري عشرة عوام على الأقل وأضاف إن لحزب الله حسابات سياسية خاصة لكنه يظل مكوناً أساسياً في لبنان شئناً أم أبينا ولا نستطيع أن نستبعد حيثية الحزب لذلك تظل المقاربة الهادئة الحوارية معه أفضل ائتلاف حزب الله وأمل والأحزاب يعلن خوض الانتخابات البلدية في بعلبك بلائحة التنمية والوفاء للمقاومة أعلن رئيس بلدية اللبوي رامز أمهز انسحابه من الانتخابات البلدية لصالح لائحة الوفاء للمقاومة المكتملة والمدعومة من حركة أمل وحزب الله أعلن انسحابه لصالح هذه اللائحة وكل من بيعزني وبيكرمني وبيحبني واللي سعى واللي يزعل على انسحابه انه يصوت لأيدي اللائحة لائحة المقاومة ولائحة الشرف والكرامة وكان ائتلاف حزب الله وحركة أمل والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية قد أعلن لائحة التنمية والوفاء لخول الانتخابات البلدية في بعلبك شوارعنا أيها الإخوة شوارعنا واحدة وأحياؤنا كل متماسك وكل محاولات فرقة استضمت بصخرة المحبة والوحدة والانسهار العائلي وتضم لائحة التنمية والوفاء واحدا وعشرين مرشحا ولاحقا انسحب منهم ثلاثة عشية عيد العمال الذي يصادف في الأول من أيار دعا الاتحاد العملي العام إلى المشاركة في المسيرة العمالية الشعبية التي ستنطلق عند الحادية عشرة من صباح غد الأحد من أمام مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الكولا وطالب بيان العملي بدولة تؤمن الحماية والرعاية الاجتماعية وتصون حقوق المواطن في العمل والأجر والأمن والطباب والاستجفاء والمدرسة والجامعة والسكن داعيا إلى تصحيح الأجور وأقرار السلم المتحرك وخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وحماية اليد العاملة اللبنانية من المضاربة غير المشروعة أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قوات الأمن تمكنت من إحباط عمل إرهابي وشيك بعد متابعة حثيثة لسيارتين تم رصدهما في أحد المواقع خارج محافظة بيشا بمنطقة عسير كانت أحدهما محملة بمواد متفجرة وذكرت الداخلية في بيان أن قائدي السيارتين قام بإطلاق النار في خلال ملاحقتهما ولا انحراف إلى منطقة صحراوية فتمت مطاردتهما بمساندة طيران الأمن وإعطاب السيارتين ليترجل منها ويتحصن بأحد المواقع الجبلية قبل انفجار المواد التي كانت في أحد السيارتين ولفت البيان إلى أنه بعد محاصرة الرجلين وتوجيه نداءات الاستسلام وصلاة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن ما اقتضى الرد عليهما الأمر الذي أدى إلى مقتلهما في إيران فاز تحالف يجمع الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للرئيس الإيراني حسن روحاني على المحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس وبحسب نتائج أولية نشرتها وسائل أعلام إيرانية فقد حصدت لائحة الأمل التي تمثل الإصلاحيين والمعتدلين 33 مقعدا على الأقل من 68 مقعدا جرت تنافس عليها في الانتخابات من أصل 290 مقعدا في مجلس الشورى الإيراني وذكرت وكالة أنباء فارس المقربة من المحافظين أن الإصلاحيين والمعتدلين حصلوا على 33 مقعدا على الأقل مقابل 21 للمحافظين لليوم الثاني تظاهر مئات الأمريكيين في ولاية كاليفورنيا ضد المرشح الجمهوري المثير للجدل دونالد ترامب الذي بات قريبا من نيل ترشيح الحزب في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض وأجبر المتظاهرون ترامب على إيقاف موكبه أمام فندق بمدينة بورلينجايم جنوب سان فرانسيسكو ودفعوه إلى الدخول من الباب الخلفي حيث كان ترامب في طريقه إلى الفندق من أجل إلقاء كلمة أمام مؤتمر محلي للحزب الجمهوري وحمل بعض المشاركين في التظاهر أعلاما مكسيكية تعبيرا عن رفضهم مواقف ترامب المناهضة للمهاجرين من المكسيك كان في هذه النشرة استهداف مزيد من المشافي في حلب والقتل ناهز المائتين وخمسين مدنيا وفات شقيق وزير الداخلية إثرى سقوطه من شرفة منزله ترامب يهرب من الاحتجاجات عبر الباب الخلفي في الختام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر